مرحبا بكم في قناة دي دو سميدي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سميدي هنهار ان شاء الله سوف نقدمكم واحد قفص نموداجي بنيته وبغيت نشارككم هذا القفص الحقيقة رائع اذا نتبعوا معي الطريقة و سوف نريكم بالتفصيل المومي اولا العلوك دياله انتم كما تشوفوا كي باش نبنيه بالكورنير كما تشوفوا معي غي بالتلالج يعني الغرياجة ديالتلالج بالنسبة للقاعدة كما عودتكم الأخفاص اللي فاتوا انتم هاد سنتيم هاد غالفانيزي يعني غرياج غالفانيزي وعكي المفاجأة هي كالتالي شوفوا سمورني دايري لنايا يعني غري واحد القادوس قادوس شديته وعبرت بمصارة عادي الحلكة عبرت هكا 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 وقد شرموا واحد شوية منها وقد شرموا شوية منها وقد ضربوا بالمية طراقة وقد طيح هذك الموصل هذك هذي عبارة عن شرابة رهاء يشربوا منها المية المفاجأة وهي انها ما كتدخش لعند الكاج وقد دير هذك هذك الماء وانما كتخرج على براء انتم ما كما كتشوفوا انتم ما راه فين غادي ها هو ها هو القادوس انتم ما شوفوا فين غادي اهنا كنقب الماء من هنا انتم كنقب الماء من هنا كيمشي 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 لعندهم الداخل باش يشربوا هذي هذا قافص يعني ممكن انكم تستعملوه اه اه يعني كل ما كتشوفو معايا لكن هل أنتو اسرب points السيكارين هانتوما كما كتشوفو معايا هذا راسيكارين فالفص منو دباني نحولوهم ان شاء الله ونجيبوهم اللي هنا هانتوما وكما قتلكم هادا قادوس هادا هادا كتجيبو واحد مستارة وكتقاو تحطو مستارة هكا مسلا وكتقاو تشرطو هنا هكا 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 وكتجيبو المطرقة كتضرب كتنقر هكا كيهو هادا هادا المورسو هادا كيتقرد من وكيتقرد من بالنسبة بش هادا الكارويات هادو ميجيكمش هارمي اش وحد هارمني هادا هجي وحد هارمني هجي ممكن انكم تجيبو هادا ه altoيب هادا كامل تحطو مراسق معا اله مع حيث هكا وكتجيبو واحد ميسمار وتتراسيبو مع الحيث هكا وهذا الخط هده لحظوا اني درتو خط هوا هوا هد الخط هده اللي كتتبعو عليه كتديرو واحد شرمة بالمنشار هنا هكا شرمة بالمنشار هنا وكتخليو جيها تخليوها وجيها قادي تخليها وهذه بالمطرقة طبعاً لها بالمطرقة هكا تطيحل داخل صافي في اللقاء كتسوسو وكتبولي هدي كأكالة أو يعني علافة ممكن أنكم تستعملوها يعني بأبسط طرق وتمارة رخيص رأى ذاك يدير عشرة دراهم المترو عفواً يعني هذا كله هذا بعشرين دراهم عشرين دراهم بلا ما ديروا لا علافة لا وفي نفس الوقت هاد العلافة هدي ما كتشلش المساحة لا هي لا الشرابة ما كتشلش المساحة يعني لاحظوا أن المساحة مثلاً كوندرتولهم هنا بالنسبة لهاد الشرابة هدي شدوا تديرو طيصان هكا هاد كل طاس غادي تديروه غادي تشد لكم المساحة أما بها الطريقة هادي أنتما لاحظوا معايا راه طريقة رائعة ورائعة وبالنسبة للضو أنا نذكر لهم الضو هنا يا هايا راه هدي تركب لهم بولاس هنا واحد بالنسبة لكي تشوفوهم باللي هاو اثنان وهذا الكاج راه بسيط للغاية بسيط بسيط أنتما هنا يا هاد الجيهة اللي غادي اللي غادي تبغيو تطلع عليهم هانتما كما كتشوفو معايا هانتغي هاكا هادو ديق تلاج كيدروه شهر ثمانية بثلاثة درهم الحبة هاد بهادي واحد جوج ثلاثة أربعة في جوج يعني ثمانية ثمانية في ثلاثة هي أربعة وعشرين درهم ممكن أن اربعة وعشرين درهم أو خمسمية درهم تدير لكم هاد هاد شباب كهادو بالنسبة للجوانب الجوانب هانتما هادا كيكون واحد واحد القرياج رقيق هانتما ممكن أنكم تشوفو معايا هانتما هاو هادا تغلفو به في الجوانب الجوانب من فوق هانتما هانتما أما القاعدة ضروري ديرو قرياج باش دك الفضلات ديالهم ممكن أنها تتطيح وفي نفس الوقت أن رجليهم ما يزحسوش ويبقوا يتجرح هادا قرياج غالفانيزي كتير خمسة وخمسين درهم للمتر كاري يعني كل هاد القرياج هادا في جوج متر هنتما جوج مترو راه فيه يعني مية وعشرة درهم مية وعشرة درهم صافي كيبقى لكم الحديد أهو والحديد كاد هالكتا هو مشي تغير تقابي مسودي تشقع هنتما غير بولوناس هنتما غير بولون هادورا كله غادي غير بولوناس هنتما هاد الجهة يعني هاد دعامة لهذا الرجل صافي القرياج هتصقوهم من هنا هنا هتغل الفوق بهذا الشبك هذا هاد الشبك يدير 13 درهم الميتر كاري أنا أخذته بـ 250 ريال يعني جوج متر كاري بـ 25 درهم مهم قافص طعنية خيص الخيص الخيص لي بغاية وأنا بغيت نشاركم إياه قافص رائع زوين مخير يعني بالشرابة دياله جيها فيها بلاصة ديال الأكل يعني علافة وجيها شرابة وهات الشرابة يعني غادي تقو جيكم بعيدة أنا خرجت هاكا يعني نخرجها عن القافص هلتوما هلتوما القافص ها هو هيا واخرها رجع عن القافص ودد له هنا يباحد الكوز وهنا يتقو تقو بو الماء من هنا وغادي وصلهم للجهة الأخرى يقول شربوا منها بنفس الوقت ها هي هنا جهة من غادي يأكل صافي كتولي الضو كاين ها هو الضو وبالنسبة هنا عفوا كاين واحد القبية يعني ممكن أنكم تديرو على شكل المثلث على شكل هارم هارم إذا بغيتو ممكن أنكم تديرو مسطح هاكا يعني جاني مزيان هكا باش نطلع عليهم كان هز هاد يعني شبيبك هكا كنحطو هكا صافي وكم قان نطلع عليهم كما تشوفو قاطص رائع خدوا النموذج وصوبوا بحالو وكل شي الفكرة في هاد القادوس قادوس دي الماء أنا استعملتو كشربة وقادوس آخر كعلافة يعني أنتم مرتاحيتو من العلافة انتم ما هايقشيون يقوم هنا وياكلو هاكا وسميتو مرة مرة تقاط تقبل هنا وصافي بالنسبة الماء باش ما تضربو اجتمارا أنا خرجتو على برا راه يعني على برا ويعطي الكاش كامل كلهم يشرفو كلهم يافل إذا القفاص ديالي هو هذا نشكركم على التعاريق طيبة ديالكم اللي قدمتولي في القفاص اللولاني سندوني وما تنسوني بزير جام باش نقدر نصولكم أقفاص أخرى نماذج أخرى ويعني لتنول الريضة ديالكم وممكن أنكم يعني يجيكم شي القفاص يجيكم بسيط يعني ما كلة من الفوق هكا مو كلة وبالضو دياله بالعلافة بشربة يعني قفاص رائع رائع للغاية هانتما نايا بغيت نشاركم إياه لأن في الحقيقة عجبني عجبني بزي بعض القفاص هيدا هانتما خدوا النموذج وديروا هاتما الأطوال اللي بغيتوا وبالنسبة لهاد الشباب ماشي مشكيلي جاوم خالفين هنا يا ولا لانتما عندكم غارات بزاك الشي خصتكم غي هاد الشي يكون كيتفتح وكيتصد يعني بها الطريق صاف وصليكات بساطين ماشي شي حاجة صعيبة ماشي شي حاجة سهلة وسهلة للغاية إذا القفاص ديالي هو هذا كنشكركم على التعليق طيبة ديالكم الناس ما شاركوش معنا يشاركو معنا ما تنسونا بجير جيم وتقوم زر الجرس كيصلكم جديد يلي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة